الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فكل عام وأنتم بخير أقبل شهر رمضان شهر الخيرات والبركات شهر العطق من النيران أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا التي نتناول فيها بعض الشخصيات التي عظمها التاريخ عن قصد أو عن غير قصد وعظمها الناس لأنهم انخدعوا بهم وبما يقال عنهم وربما تنصدموا ببعض هذه الشخصيات وكلامنا عن هذه الشخصيات ليس للغيبة ولكن للتحذير حتى لا نقتدي بهم في أخطائهم وتجنبا لشرورهم فكما يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه ومع أولى الشخصيات التي يفتخر بها كثير من الناس ولكنهم لا يعلمون شيئا عنها وهذه الشخصية هي ابن سينة نعم ابن سينة لا تستغرب فسوف تتفق معي بعد انتهاء هذه الحلقة فقد كان ابن سينة بارعا جدا في كثير من العلوم وهذا أمر لا ينكره أحد فقد عرف نوع الأجنة في رحم الأم وقال أن الرجل هو المسؤول عن نوع الجنين وليس الأنثى وقد أثبت العلم الحديث ذلك واستطاع رصد كوكب الظهرة واستنتج أن الظهرة أقرب للأرض مما هو للشمس وتكلم عن علم طبقات الأرض وبارع في الطب والصيدلة فقد كان موسوعة في هذه العلوم وهذا الذي ذكرناه هو الذي يعرفه الناس عنه ويفتخرون به في ذلك ولكنهم لا يعلمون وراء ذلك شيء فما لا يعلمه الناس أن ابن سينة كان وللأسف من القرامطة الباطنية والقرامطة هؤلاء طائفة كان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ولكن كانت حقيقتها الإلحاد والإباحية والعياذ بالله وكانوا يقصدون كذلك هدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية ومن بعض مباديهم أولاً إلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائد الأخرى وثانياً يعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وأن الجنة هي النعم في الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد معنى ذلك أن المسلمون الآن في عذاب ثالثاً وهم يتأولون الأحكام الشرعية بما يتوافق وضلالاتهم وأهوائهم فالصلاة عندهم موالاة إمامهم والحج زيارة الإمام وإدمان خدمته والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام للإمساك عن الطعام والشراب والمراد بالزنى كذلك عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق يحرفون التحريئة دينا تحريفاً فضيعاً ورابعاً يقولون بالعصمة وإنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول الظاهرة ويساوي النبي في العصمة ومن تأويلاتهم الفضيعة الصيام هو الإمساك عن كشف السر البعث هو الاهتداء إلى مذهبهم النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية صافية والقرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من جهته يعني هو القرآن من عند النبي وسمي كلام الله مجازاً يعني أن القرآن عندهم ليس كلام الله بل هي معارف فاضت على محمد ونسبها إلى الله وبذلك القرآن ليس كلام الله وبالتالي فمحمد ليس مرسلاً من عند الله والعياذ بالله وقد اختلف المؤرخون والمصنفون في أصل مذهبهم فمنهم من قال بأنهم صابئة ومنهم من ذكر بأنهم من المجوسي الإباحية أتباع مزدك كما ذكر ابن حزم الظاهري حين وصفهم فقال ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرمطة وهما طائفتان مجاهراتان بترك الإسلام جملة قائلتان بالمجوسية المحضة ثم مذهب مزدك المؤبد وكان يقول بوجوب تواسي يعني تساوي الناس في النساء والأموال وقد نسبهم الإمام عبد القاهر الإسفرايني إلى الدهرية الزنادقة فيقول الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع ويستدل على قوله برسالة عبد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسين بن سعيد الجنابي في كتابه السياسة والبلاغ الأكيد والنموس الأعظم يوصيه فيها أدعو الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم فمن آنست منه رجدا فاكشف له الغطاء وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به فعل الفلاسفة معولنا وإن وإياهم مجموعون على ردنا وميس الأنبياء وعلى القول بقدم العالم لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا نعرفه وكان لهؤلاء القرامطة حادثة مشهورة حين هاجموا مكة سنة ثلاثمائة وتسعة عشر وفتكوا بالحجاج وهدموا زمزم وملأوا المسجد الحرام بالقتل ونزعوا الكسوة عن الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وسرقوا تخيل وظل الحجر في حوزتهم عشرين سنة وكان الناس يطوفون حول الكعبة مع عدم وجود الحجر الأسود هذه نبزة سريعة عن القرامطة الذين كان ابن سين واحد منهم وهذه أقوال العلماء في ابن سينة قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان وكان ابن سينة كما أخبر عن نفسه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم يقصد الحاكم بأمر الله العبيدي الذي كان يحكم مصر فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث ولا يؤمنون بأي رسول جاء من عند الله تعالى ووصف ابن القيم كذلك في كتابه الصواعق المرسلة بالملحد بل رأس ملاحدة الملة الله المستعان وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وقال ابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتابه الملل والنحل لم يقم أحد من هؤلاء يعني فلاسفة الإسلام مقام أبي نصر الفرابي وأبي علي بن سينة وكان أبو علي أقوى من رجلين وأعلمهما إلى أن قال وقد اتفق العلماء على أن ابن سينة كان يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسماني ولا ينكر المعاد النفساني ونقل عنه أنه قال إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي يعني لا يعلم تفاصيل الأشياء ولكن يعلمها بالعموم والكلية كأن تسمع أن فلانا حصل له حادث فأنت تعلم بذلك ولكن لا تعلم كيف حصل ذلك وما هي ملابسات الحادث هذا قصدهم وهذا مخالف للقرآن لأن الله يعلم كل شيء قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبي وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فالله يعلم الأشياء بكلياتها وجزئياتها والقول بأن الله لا يعلم الجزئيات انتقاص من الله تعالى وأكمل ابن حجر كلامه قائلا فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعا بشركه وبشرك أبي نصر الفرابي من أجل اعتقاد هذه المسائل وأنها خلاف اعتقاد المسلمين ومن من قال بشركه كذلك أبو حامد الغزال في كتابه المنقذ من الضلال وقال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام هو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول يعني خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ميزان الاعتدال عن ابن سينا ما أعلمه روى شيئا من العلمه ولو روى لما حلت الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة ضال وقال ابن تيمية رحمه الله عنه في نقض المنطق وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقيص بالصحابة وما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطة وهذا ما ذكره عنه علماء الإسلام وهناك الكثير والكثير والكثير ولكن لضيق الوقت لن نستطيع أن نقول أكثر من ذلك وفي شان توبته قال ابن خلكان رحمه الله وقد ضعف جدا وأشرفت قوته على السقوط فأهمل المداوى وقال المدبر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام خطمة ثم مات ونتمنى أن يكون بالفعل قد تاب وأن الله قد تجاوز عنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر